السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكم يوم جديد في محطة مصر من يوم السبت اللي فات وإحنا بنؤكد على عدم امتلاك رياسة الجمهورية رفاهية الوقت الجارديان مبارح أنه أنا الرئيسي ما زال الوقت لم يمضي في الرسالة لدكتور مرسي أنه قادر على أنه يعيد الأمور تانية إلى طاولة النقاش التايم النهاردة في التصويت الحكاية وصلت بتبحث عن من هو رجل العام التصويت بتعمله التايم كل سنة والدكتور مرسي في مرتبة متقدمة عايزين المرتبة المتقدمة دي تنعكس على أرض الواقع في تطبيق ما قطعه الرئيس على نفسه الرئيس قطع على نفسه أن يستجيب للشعب وأن يستجيب للناس وأن يكون رئيسا للجميع ويبحث مع الجميع ما هو في مصلحة هذه البلاد المشهد النهاردة مشهد الحشد أعتقد كل حضراتكم تابعتوه هتبعوه النهاردة معنا في محطة مصر مشهد بالتأكيد لن تتجاهلوا الرئاسة ولكن السؤال كيف الخروج من النفق اللي موجودين كلنا فيه دلوقتي النفق ده مصر كلها موجودة فيه لأن الحكاية مقسومين البلد مقسومة وبجد ده شيء واضح جدا الحشد بدأ منذ الصباح مشهد ميدان التحرير بينتظر خطاب الرئيس الرئيس بيحتاج أن يواجه الأمة ويوجه لها خطاب أو بقرارات مع العقلاء في هذه البلاد بعدما يجلس مع العقلاء في هذه البلاد ولكن بنؤكد للمرة المليون أنه الآن الرئيس ضد عقارب الزمن لمصلحة هذه البلاد وأزعم في تقدير متواضع أنه يريد فعلا مصلحة هذه البلاد على بركة الله نبدأ محطة مصر ترجمة نانسي قنقر